وأبدأ معك دكتور أحمد من القاهرة دكتور أحمد إلى أين وصلت إذن نتائج جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة والتي بدأت في القاهرة بلقائه باللجنة السوداسية العربية تحياتي لك أستاذ خالد ولكل ضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام في الواقع أن جولة بلينكين السادسة ربما لم تختلف كثيرا عن جولاته الخامسة السابقة لأن الوزير بلينكين جاء بنفس المدخلات وبالتالي كان نفس المخرجات التي أصفرت عنها الزيارة دائما الوزير بلينكين يأتي بتساؤلات ولا يأتي بإجابات لا يتطرح رؤى أمريكية ووضحها فيما تعلق به كيف يمكن إنهاء العدوان كيف يمكن تفعيل الحل السياسي كيف يمكن تخيل المساعدات كيف يمكن المساعدة في إبران الصفقة وبالتالي دائما يأتي ليطرح تساؤلات ويستمع الإجابات لكن لا يقدم إجابات وهذا حقيقة ما يجعل دائما أن جولة بلينكين دائما كما نقول بالمثل هو ضغيب بلا طحن يعني لا تقود اختراقات كبرى في الملفات الأساسية سواء على المسار السياسي أو المسار الأمني متعلق بواقف العدوان أو على حتى المسار الإنسان النقطة الثانية في اعتقادي دائما أن أمريكا تريد أن تمارس دورين متنقضين في نفس الواقع دور الوسيط ودور الدعم لإسرائيل وهذا أيضا يسعى التحقيق لأن الوسيط لابد أن يكون دين هروا محايدة لكن المشكلة أن أمريكا حتى الآن تجلس في المقعد الإسرائيلي وهي تقوم بدور الوساطة أو المساعدة في الوصول إلى صفقة هي تتبنى نفس المطالب الإسرائيلية هي تريد لكنها لا تمارس ضغوط تريد أن يكون هناك هدنة إنسانية أو صفقة لتبادل الأسرة لتخفيف الضغط على الرئيس بايدن في عام الانتخابي في ظل مؤشرات خطيرة به أن هناك فرص فوزة في الانتخابات تبدو يعني متراجعة مع تقدم منافسه ترام مع تصويت العرب والأمريكين في الولايات المترجحة بغير الملتزم وبالتالي حرمانهم من أصوات مهمة قد تقلفوا الانتخابات أيضا مع محاولة تحسين سورة أمريكا في الخارج فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان ويحاول البحث عن أي انتصار سياسي من خلال إبرام الصفقة لكن حتى الآن أمريكا أو دارة بايدن لا تمارس ضغوط حقيقية أو تترجم على الأرض الواقع فيما يتعلق بها الضغط على الجانب الإسرائيلي الذي يبدأ أنه متعند ويطرح شروط تعجزية ويبدو أنه مجاري لكن دكتور أحمد بلينكين هذه المرة اجتمع في القاهرة مع ستة من وزراء الخارجية والمسؤولين العرب أيضا هذا الاجتماع كان فقط من الاستماع؟ أنا في اعتقادي أن الاجتماع كان من رسالة متبادلة من الجانبين الجانب العرب بالطبع أعطى رسالة واضحة فيما يتعلق به رفض عملية رفح البرية وخطورة هذه العملية فيما يتعلق برفض التهجير القصري فيما يتعلق بضرورة الحل السياسي فيما يتعلق بالحل الشامل والجزري فيما يتعلق بإدخال المساعدات وأن ما تكون بإسرائيل أيضا هو عدوان يمثل جريمة واضحة تصل لبادة الجامعية وبالتالي الرئيس الوزير بلينكين حتى في تصريحي مع الوزير الخارجية لمصر سامح شكري يعني تقريبا بدأ وأنه متماهي مع أو متوافق مع الأفكار أو المواقف العربية والمصرية عندما أكد أيضا على رفض رفح واعتبرها خط أحمر دون أجلاء خطة لإجلال المدنيين أكد أيضا على رفض التهجير القصري أكد على تخالي المساعدات وأن المعابر أو المبر البحري والسقاط الجولة يبنى على المبر البري وفتح معبر رفح أكد على حل الدولتين وأن دمج إسرائيل في المنطقة تطلب وكذا وبدأ كأنه متوافق تماما لكن المشكلة دائما هي في الجانب الأمريكي هي في الازدواجية أو الخطبين المازدواجي هو يبدو أنه مع الحل السياسي يرفض العدوان يرفض التهجير القصري لكن على أرض الواقع متزال الإدارة الأمريكية تدعم بقوة إسرائيل أيضا الاعتبارات انتخبية والأرضاء اللوبي اليهود معنى هنا أننا أمام المسارين من العلاقة بين أمريكا وبين إسرائيل بين أمريكا الدولة وإسرائيل الدولة وهذا مستمر الدعم المطلق الدعم العسكري والدعم السياسي في مجلس الأمن الدولي ثم العلاقة ما بين أدارة نتانياهو وبين أدارة بايدن وأعتقد هنا نعمل الفطورة أو الاختلاف وهذا اختلاف وليس خلاف بمعنى أنه خلاف فيها الأدوات ويعني بغدن يشعر أن حكومة نتانياهو تشكل عبق استراتيج عليه تضره في الانتخابات أيضا تسيق إلى سمعة أمريكا لم يحقق أي انتصارات عسكرية نتانياهو لم يحقق أهداف العملية العسكرية وهو فقط قتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين أكثر من 32 ألف شهيد وبالتالي هنا بدأت الأدارة تغير في اللهجة والخطاب من خلال إعلان رفض الرفح الوصول إلى الهدنة لكن حتى الآن أمريكا وإدارة بايدن لم تترجم تحولها أو تغيرها في المواقف إلى خطوات عملية سواء باتجاه إنهاء الحرب وهي قادرة على ذلك إذا أرادت أو باتجاه الوصول إلى صفقة من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي الذي حتى الآن يبدو متعنتا ويحاول فقط أن يجاري أنه مع صفقة لكنه عمليا لا يريد وصول إلى صفقة ويستمر في الحرب في محالة فقط لإظهار لأهالي الأسرى الإسرائيليين ومع الصفقة أو مع الإدارة الأمريكية لكن على أرض الواقع لا يقدم أي تنازلات ويمازال يراهن على الخرار العسكري كما نشاهده في مجمع الشفاء